من سنين من التسعينات قال لنا عدي فيديوم احنا مجتمعين كنا ببيت عدي عدي يصوم ثنين وخميس فمن هاي الأيام اللي يفطر بيها احنا العائلة الروح يمه يعني آني وخواتي ووالدتي وأولادنا كلهم يحبوه أولادنا يحبوه خصوصا البنات عدهم حظوة يمه ويداريهم ويهاديهم ويسولفوه لو يتونس بي فالمهم قاعدين احنا يعني على الطاولة كليتنا بصفان كنا قاعدين وقصي موجود قال شوفوا يا أولاد صدام حسين أمركم ما رح تعيشون حياة طبيعية ولا يوم آني ذلك الوقت عاجيت نفسي قلت علي ليش دايباله خلقت يعني مو واردلات لما تنتهي السلطة نصبح ناس اتيادين هي طبيعية يعني الحياة كلها طبيعية بس قد تكون غير عادية اتذكر كل يوم اليوم ليش اروح لك على احفاد آني بعد الدفاع عن الوالدة ثلاث سنوات سكرت مكتب اسناد للدفاع عن الرئيس وجريت حالي من الميديا ذاك الوقت ماكو سوشال ميديا الميديا مية بالمية ومخلصت قاتلت راحت قتلت دمرت شو السالفة كرندايزر يعني ما معقولة يعني احنا هسا في وقت اكون رقابة على الشخص السياسي او من عائلة سياسية هي مو شغلة متروكة للاقدار ما عشت ولا يوم حياة عادية نعم اولادي كذلك اولادنا كلنا كذلك لكنهم ناشطين على السوشال ميديا ما بيها شي في هذا العهد في هاي المرحلة موجودة السوشال ميديا متوفرة بايدي الكل اذا هم حابين يظهرون على السوشال ميديا هذا قرارهم اللي انا احترمه لكن حياة عادية وطبيعية يعني الطبيعية عجبا كل شخص شون يقيس معنى حياة طبيعية ما اعتقد لا